الرجاء القصة دي دوري ابطال افريقية قصة لطويلة بزاف وزيد عاوتين الرجاء القصة دي الكاس كونفيدرال افريقية قصة لطويلة بزاف ولكن اذا جنا نشوف اكبر الانتسارات اللي كانوا فضل بطولتين بجوج وسولتكم بكل صحيح قوط لك عدني 7 دي الاكثر انتسارات دي الفارق الرجاء ايش حال قادر تفكر قا المهم في هذا الفيديو هاد يشوف اكثر 7 دي الانتسارات في صاريخ الرجاء العالمي وهاد اكبر الانتسارات هاد ينجمعون بين دوري ابطال افريقية وكاس كونفيدرال افريقية وهاد ينشوفو واش غتعرف هاد الماشات كاملة او ما غتعرفومش ونبدأوا الفيديو دينا بالمركة السابع وعدنا في المركة السابع ماش فروا بالنهاية دي الكاس كونفيدرال افريقية وهاد الماشات كان بضطف 23 و 23 في شهر 5 2021 واشكونوا هاد الفارق تعيس لحد اللي غادي واجهوا فالدور هادا وفارق اورلاندو بيراتيس هاد الماشه دا وبكون صراحة شد اعصار رجاوي بالطول وبالعرض واتسال هاد الماشه دا في الاخير بربعة الزيرو والبيوت اللي كان مركة هم ديك الساعات مالونغو كان مركة جوج ديال البيوت وبين حالي بمركة بيت وسوفيا الرحيمي بمركة بيت وبالمناسبة هاد الماشه دا ديال ربعة الزيرو اخترتو بين 5 ديال الماشات اللي كانربحهم الفارق بربعة الزيرو يعني الفارق عنده بزاف ديال الماشات اللي كانربحهم بربعة الزيرو ويلا نمشوه للمركة السادس وبالضبط سنطير للموسم هذا وبالضبط في دوري أبطال إفريقيا وبالضبط في دوري المجموعات الماش الذي كان جامع بين الرجا وفريق في بريس الأغندي وإمكان هذا الماش هذا كل شيء يتفرج له وكل شيء سيأعقل عليه الفريق في هذا الماش هذا وكما يعرفون كامل يكتزح فريق في بريس الأغندي بـ 5-0 وهذا الخماسية كانت متوقع حمزة خبه في دقيقة 7 وزيد عاوتين تتبع جمال حركاز في دقيقة 11 ومورا عاوتين مركة محمد زريدا ويوسري بوزوق وآخر واحد مركة روجر أهولو وهذا الفوز بـ 5-0 تتعتبر نتيجة تاريخية بقول صراحة وتتكلاسك السادس أكثر نتيجة اللي فز بها الفريق الرجا نبشي دعبا للمركز الخامس وبالضبط الموسم ديال الفين وثلاثة الرجا في ديك الموسم هدك كان موجه فريق افسي لبروفيل القابوني وهذا الماش هذا تجمعون في الاستيحاد الإفريقي وفي هذا الماش هذا فريق الرجا كان حقق ريمونتادة تاريخية وكوشي كانت يتوقع بل الفريق غادي تقسمن هاد دور هدا ولكن 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 لي ما عرفوش بزاف ديال ناس بل الفريق غادي دير ريمونتادة تاريخية واللي مستحيل يحققها فريق آخر ودير أكبر نتيجة ريمونتادة في دوري أبطال إفريقيا بعد ما اكتسح فريق افسي لبروفيل بس تلوحد كاملة نتيجة لتاريخية ومستحيل يحققها أي فريق وخصوصا ريمونتادة اللي كانت خارج الميدان وفي الأخير انتهى اللي قعد يدهاب والإياب بسبعة أو ثلاثة بالمجموع ديال المباراتين وهذا النتيجة دي كانت هي أكبر نتيجة اللي حققها الفريق في ديك الوقت نمشي ديبال لمركز الرابع وبالضبط غادي نمشي لدوري أبطال إفريقيا الموسم ديال 1998 الرجا في هذا الماشه دي غادي يواجه فريق يانج أفريقاس تنزاني وهذا الماشه تجمع بين الفريقين في دور المجموعات والراجا بعدما كانت عادل في تنزانية بنتيجة ديال 3-3 جال ماش ديال روتور اللي كان بين الفريقين في دونور ودك ساعات الرجا سحق فريق يانج أفريقاس بستال زيرو نتيجة اللي تاريخية بكل صراحة وكانت أول مرة في تاريخ النادي كيربح بستال زيرو وكانت في دوري أبطال إفريقيا نمشي دابل الثاني أعلى نتيجة في تاريخ الرجا واللي ما كانتش بعيدة وكانت غير في 2018 أو بالضبط في كاس كونفيدرالي الإفريقية الرجا كان في مواجهة فريق أدونا ستار الغاني وهذا الماش هذا جمع بين الفريقين في دور المجموعات وفي هذا الماش الرجا سحق هذا الفريق هذا بستال زيرو وفي هذا الماش هذا كان أعلن فيها الرجا بأنه منافس الأول على اللقاب لأهداف ديال هذا الماش وعلى ما كانتذكر كان من عد محسن ياجون لمركة جوج ديال البيوت وزيد عاوتني محمود بن حاليب عاوتني مركة جوج ديال البيوت وزيد عاوتني زاكريا حضراف وسوفيا رحمي مركة وبيت بيت وهذا النتجة هذه كانت هيه أعلى نتيجه على دولة المجموعات واني حققها الفريق في كس كوفيدر اليه الإفريقية نبدأ با الآعظام نتيجة حققها الفريق في المسيرة الكوريات ديله من دول خورة أعلى انتصار تاريخي قول رitime كانت في الموسم دي الالفين وسته وبدبط هذا الماشهده كانت في دور أبطال اليه وهذا الماشهده كانت متحكمة tray Wade حققها الشدري مونتعة تاريخية بعدما خسر الفريق في المشهد في ستواد الب Infinite الواحد ولكن هذا الفريق اندر ستار ولكن بعد ما حقق هذا الفريق هذا الانتصال على الراجب ججل الواحد ما كانش عارف بالليف كازا غادي عيش للجاح من اوسع ابوابه وطلقى هزيمة تاريخية بسباعية نظيفة اي الفريق في هذا الماشهد اربح بالسبعة الزيرو وهذا الماشهده كانش هاتراك دي المصطفى بيدودان وزيد عاوتيني بيت دي راشيد سليماني وسوفيال عملوت وحوسين الدودي وساعد فتاح وهدي هي اعلى فوز في تاريخ النادي وبل ما نسأل الفيديو واش بغيتو افضل سبعة دي الريمونتادات ليحققها الفريق في التاريخ وتاني حاجة واش بغيتو اكبر سبعة دي الانتصارات في تاريخ الويداد تنسين الاراء ديلكم في كومنتيرات ويالله فتركة معكم حافظ وطلق